ثمن عدد من أساتذة وطلبة معحد الفنون التاهيلي القادمين من العاصمة بغداد الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية في إقليم كردستان في بث وتعزيز الخطاب الإعلامي القائم على أساس المحبة والسلام كردستانيا وعراقيا جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك لكوادر المعحد مع عدد من الإعلاميين العاملين في القنوات الفضائية في الإقليم والذي شهد تكريم عدد منهم بدرع الإبداع من بينهم الدكتور فلاح الفضلي مدير الأخبار في قناة زاكروس الفضائية ومراسلة القناة في زاخو نجلة السندي نحن اليوم في مؤتمر هذا المؤتمر صحفي خاص بالصحفيين والإعلاميين على مستوى قليم كردستان نحن اليوم كمعحد الفنون التأهيلي هذه هي بادرة من عدنا وتعتبر أول بادرة لمعحد الفنون التأهيلي ألا وهي عمل مؤتمر صحفي إعلامي يضم الصحفيين والإعلاميين المتواجدين في قليم كردستان مع الصحفيين والإعلاميين الشباب الموجودين في بغداد وعموم المحافظات الجنوبية حتى يتم توطيد العلاقات المشتركة طبعا كرمنا مجموعة من الإعلاميين والصحفيين المعروفين على مستوى قليم كردستان بإنجازاتهم وعطائهم من قبل كثير من التفاصيل الحمد لله والشكر هذا المؤتمر لاقى نجاح كبير وعدد حضور جدا رائع من قبل الصحفيين والإعلاميين نتمنى يا ربي أنه تصيرنا الفرصة الأكبر أنه نقيم هكذا مؤتمرات لتكريم نخبة مهرجانات العفوان مؤتمرات مشتركة لتكريم نخبة من الصحفيين والإعلاميين في قليم كردستان الحبيبة ترجمة نانسي قنقر